بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم خمسين لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق اثمعاش كانون الاول الفين وثلاثة وعشرين توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ثمانتعاش تسعطعاش كانون الاول الحالي الفين وثلاثة وعشرين توجيه وحرصا على اتمام تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين الف وستمية وعشرين لسنة الفين وثلاثة وعشرين الخاص بتحديد ادوار ومهام الجهات الحكومية والبنك المركز العراقي والمصارف والنقابات والاتحادات بغية تحقيق انسيابية في تنفيذ اجراءات تطبيق نظام نقاط البيع الالكتروني point of sale ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة بما يسهم في خدمة المواطنين وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي اولا بيان الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء اجراءاتها بشأن تشريع نظام الدفع الالكتروني ويتطلب استكمالها وعرضها على مجلس الدولة لتدقيقه ويقدم في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لغرض الموافق على اصداره ثانيا تلتزم دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 23620 لسنة 2023 مع الجهات كافة الموجه اليها القرار آنفا ميدانيا وتقديم تقرير مفصل خلال كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء لبيان مستوى الالتزام والتقدم بتنفيذ القرار آنفا بشكل تام بما يسهم في الإسراع بإنجازه وتنفيذه ثالثا بيان مستوى التنفيذ المتعلق بنصب أجهزة نظام الدفع الالكتروني ومراحل التقدم في التعاقد مع شركات الدفع الالكتروني على كل مستوى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات رابعا بيان مستوى التقدم في موضوع إجراءات حصر وتحديد الخدمة المقدمة وأنواعها والمبالغ المستوفات من المواطنين عن كل خدمة ووضع سياسة تسعير العمولات لخدمات الدفع الالكتروني خامسا بيان تحديد الحد الأدنى من المتحصلات النقدية عن طريق نظام نقاط الدفع الالكتروني من قبل الجهات القطاعية المعنية وعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد شرطا لتجديد رخص العملي أو إجازات ممارسة المهن سادسا تحديد نسب الإنجاز فيما يتعلق بإلزام أصحاب النشاطات التجارية جميعها بتسجيل كياناتهم في السجل التجاري وتسجيل أصحاب المهن لدى الجهات القطاعية المختصة سابعا بيان مدى التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن إلزام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتزديد مبالغ الضمان الاجتماعي عن طريق نظام نقاط البيع الالكتروني ثامنا بيان الإجراءات المتخدة بخصوص قيام الجهات الحكومية بفرض أجور إضافية 5% كحد أقصى عن أقيام السلع والخدمات بالتعاملات النقدية مع مثيلاتها المستوفات عن طريق أنظمة الدفع الالكتروني تشجيعا لاستخدامها مقررات مجلس الوزراء الموافقة على استيراد مركبة شخصية دون الطراز للذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد من منسوبي وزارة الداخلية استثناء من قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 المعدل تثمينا لدورهم وما قدموه من خدمة في مقارعة الإرهاب مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويعد هذا القرار نافذاً اعتباراً من تأريخ صدوره تخصيص وزارة المالية مبلغ 25 مليار دينار فقط إلى وزارة الداخلية من احتياط الطوارئ لسد احتياجات ومتطلبات قيادة قوات الحدود لإكمال التحصينات على الحدود مع دول الجوار لضبط أمن الشريط الحدودي والحد من حالات التهريب والتسلل بحسب كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في سبع كانون الأول 2023 واستثناء العقدي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة الثلاثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية قرار الموافقة على ما يأتي واحد مناقلة مبلغ 43 مليار و769 مليون و149 ألف دينار فقط ضمن موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات إلى حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان استنادا إلى أحكام المادة خمسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 ومناقلة مبلغ الفرق البالغ 25 مليار و460 مليون و851 ألف دينار فقط من احتياط الطوارئ المرصد ضمن موازنة إقليم كردستان وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 أزاء حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان اثنين تخويل رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية الصرف لأعمال انتخابات برلمان إقليم كردستان قرار الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل إقليم كردستان العراق بمبلغ 5 مليارات و562 مليون و149 ألف دينار فقط من المبلغ المتبقي من تخصيصات احتياط الطوارئ لإقليم كردستان لسنة 2023 لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في إقليم كردستان قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23281 بشأن مشاريع المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار بحسب الآتي واحد الموافقة على إطفاء مبالغ الاندثارات المثبتة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المؤرخ في سبع آب 2023 من أصل تخصيصات المشاريع الاستثمارية المدرجة لسنة 2023 ومن ثم يتم حذفها من المنهاج الاستثماري للوزارة المذكور آنفاً بعد إحالتها إلى الاستثمار على وفق قانون الاستثمار وتزويد هيئات الاستثمار المختصة بالتفاصيل اثنين تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحت ودقت موضوع الاندثارات ومبالغها على أن تمنح الإجازة الاستثمارية للمشروعات موضوع البحث من هيئة الاستثمار المختصة على وفق قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 المعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم 23374 لسنة 2023 مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار الموافقة على استثناء مساحة 200 دونم المطلوب تخصيصها لمقر وزارة المالية من المساحة المخصصة في قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 للأسباب المبينة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 20-22-2023 وإعادة تخصيصها لمقر وزارة المالية ودوائرها قرار اقرار توصيات محضر اجتماع مناقشة صلاحيات وزارة التخطيط بشأن وضع ضوابط تسهيل تنفيذ المشروعات التي رافقتها انحرافات عن خطط التنفيذ وتشجيع جهات التعاقد على حسن التخطيط وتقدير كلف المشاريع بشكل أدق بحسب الآتي واحد لجهة التعاقد زيادة مبلغ الاحتياط للعقد بنسبة 7% من مبلغ العقد بما لا يزيد عن 7 مليارات دينار ضمن الكلفة الكلية للمشروع أو العمل اثنياً لوزير التخطيط بناء على طلب من رئيس جهة التعاقد زيادة مبلغ الاحتياط لعقد المشروع لما زاد عن 7% ولغاية 12% من مبلغ العقد بما لا يتجاوز اجمال الزيادة عن 12 مليار دينار ثلاثة للمجلس الوزاري للاقتصاد بناء على اقتراح من وزير التخطيط زيادة مبلغ الاحتياط للعقد لما زاد عن 12% ولغاية 15% من مبلغ العقد بما لا يتجاوز اجمال الزيادة عن 15 مليار دينار أربعة لوزير التخطيط بناء على طلب رئيس جهة التعاقد زيادة مبلغ الاشراف والمراقبة بنسبة لا تزيد عن 1% على النسبة الواردة في صلاحية الوزير المختص أو رئيس جهة التعاقد 5- لوزير التخطيط تأييد اطلاق الصرف للأعمال والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض والمنح ضمن موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وإشعار وزارة المالية 6- لوزير التخطيط بناء على طلب رئيس جهة التعاقد زيادة الكلفة الكلية للمشاريع استثناء من الفقرات 1- 2- 3 آنفا للحالات التالية 7- مشاريع تزديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة 8- باء المشاريع المسحوب العمل منها لغرض التنفيذ على حساب المقاول المخل بالتزاماته 9- جيم القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية 10- دال المشاريع التي تم تخفيض كلفها وظهر وجود التزامات تعاقدية فيها بما لا يزيد عن مبلغ التخفيض ها المشاريع المتوقفة لمدة لا تقل عن سنة التي تتطلب إضافة مكونات أعمال تكميلية لاستئناف العمل بها لغاية نسبة 50% من الكلفة الكلية للمشروع بما لا يزيد عن 15 مليار دينار قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 23104 لسنة 2023 بحسب الآتي الموافقة على تجديد العقدين المرقمين 151 و 153 الخاصين بتجهيز طاقة كهربائية للمنطقة الشمالية لسنة واحدة من تأريخ انتهائها في 31 تشرين الأول 2023 على وفق المعادلة المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 31 تشرين الأول 2023 بأسلوب خذ ودفع بطاقة مقدارها 150 إلى 385 ميجا واط لشركة كار وطاقة مقدارها 400 إلى 800 ميجا واط لشركة توراس نارم لإنتاج الطاقة الكهربائية المحدودة قيوان سابقا مع تحمل الشركتين المذكورتين آنفا الضرائب والرسومة كافة لحين الحصول على إقرار الحيئة الوطنية للاستثمار بشأن الإجازة الاستثمارية بحسب الصلاحيات المالية قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن الموافقة على تعديل أجور رئيس وأعضاء حيئة التقدير لتصبح بما لا يزيد عن خمسين ألف دينار يدفعها المستملك عن كل عقار قرار الموافقة على ما يأتي واحد تتولى محافظة واصط التحقيق عن كيفية قيام المستثمر بالمباشرة في تنفيذ مشروع حديقة الياسمين السكني على العقار المرقم واحد على مية وسبعة وتسعين ميم اثمانية وتلاثين أم حليل واصط الكوت دون توقيع عقد المشروع الاستثماري اثنين تتولى الحيئة الوطنية للاستثمار تعديل نظام الاستثمار النافذ بإضافة نص يشير إلى بقاء سريان النظام رقم سبعة لسنة ألفين وعشرة قبل التعديل وبعد التعديل على مشروعات الاستثمار الحاصلة على إجازة استثمار في ظل نفاذ كل منهما قرار الموافقة على مشروع قانون سكوك الاستثمار الإسلامي الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكرا